حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلامي عن أبي عبيد حاجب سليمان عن نعيم بن سلامة عن رجل من بني سليمين وكانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعمه قال اللهم لاك الحمد أطعمت وسقيت وأجبعت وأرويت فلاك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغن عنك حسنا معاذ بن معاذ أخبرنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن جري النهدي عن رجل من بني سليمين قال عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده أو في يدي فقال سبحان الله النصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والطهور النصف الإيمان والصوم نصف الصبر